موسيقى موسيقى اليوم حضرتوا معنا إعطاء انطلاق فعاليات النسخة 11 من الجامعة الصيفية والتي ننضمها كل سنة بشركة مع جامعة عبد الملك السعدي وبشركة أيضا مع جهة طنجة تطوان الحسيمة هي لفائدة شبابنا مغيبة العالم هم شباب وشابات عندهم ما بين 18 و 16 سنة كلهم تزادوا في دول المهجر كلهم عندهم تكوين عالي كلهم فرضوا وجودهم بفضل الاجتهادات والمكابدة والصبر ديالهم هذه الجامعة تنظمها وتنزيل لإستراتيجية تعاطي مع مغيبة العالم والتي ترتكز على مجموعة مرتكزات أولها توجهات الملكية لمغيبة العالم عندهم واحد الاهتمام ملكي استثنائي لأنهم حضرين بقوة في كل مشاريع المجتمع وكذلك في المشروع الكبير اللي كيقودوا جاية الملك حفظه الله باش المغيب يحتل المكان اللي كيستحق اللي كيستحق ضمن الدول الكبار كذلك تنزيلا للآليات ديال دعمات استراتيجية على أرض الواقع وميدانيا اللي كترتكز على أولا تقوية روابط العلاقة والاتصال الدائم ما بين مغيبة العالم والوطن الأم اللي كذلك كترتكز على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم اللي كترتكز كذلك على التحصين الهوياتي سواء التحصين التقافي أو التحصين الديني بالمناسبة التحصين التقافي هاد السنة غتنطق تلتميات مصرحية في واحد وخمسين مصرحية بالأمازيغية واللي غتنمشي لكل القارات وبدون استثناء واللي غتدف جوالات في كل مراتق اللي كان فيها مغيبة العالم هاد الجامعة هي مقسمة المجموعة من الورشات أولاً ورشات ديال التفاعل والنقاش اللي غي أطرها مجموعة من أساس ديجامعيين ومجموعة من الخبراء والاختصاص واللي غتشمل مجموعة من المواضيع مثلاً مواضيع اقتصادية تنمية في نوصل المغيب لاس يمام بعد عشرين سنة ليو سوجات الملك وتربعوا على عرش أسلافي المنعامين كذلك مواضيع اللي عنده علاقة بالتحصين الديني وروحي كما كتعافوا مغيبة العالم مرتبطين بالإسلام الوساطي المعتدل واللي هو كيميز الاشتهادات الفقهية المغيبية طيلة في 14 القرن واللي كيتميز كذلك باندماج الكل في تحولات المجتمع واللي كيخلي الفرد المسلم المغيبي يكون كيعيش واحد توازن ما بين القيم دي المجتمع اللي كيعيش فيها وبين القيم اللي كيحملها واللي كتجيم مرجعيته كمسلم وسطي معتدل كذلك غينقشوا مجموعة من تحولات الاجتماعية اللي كتعافها دول الاستقبال واللي كيعافها المغيب وفي دول الاستقبال غينقشوا تعقيداتها كذلك غاديزوروا مجموعة مناطق سياحية اللي ربما كانوا ما كيعافاش او كيجهلوها او من كيجيو كيدوزو بسرعة غيشوفوا هذه المعالم في الشمال اللي كيين معالم سياحية مهمة غاديزوروا كذلك المشاريع الاقتصادية الكبرى كما كتعافوا منطقة الشمال عرفات واحد مشاريع كبرى طنجة المتوسط اللي هما ربما كيعافوا فقط كميناء عبور اللي في فقط ارصفة المسافرين لا اكيد في تسعود الارصفة دي المسافرين لكن كذلك مناء تجاري اللي كيحتل الآن بفضل الإرادة الملكية كيحتل الآن روض تبا 75 ضمن الموالي العالمية التجارية كيحتل كذلك عنده علاقة عفوا مع 77 ميناء في العالم عنده علاقة مع 180 دولة تجارية فإذن ميناء اللي غي نافس على المستوى المتوسطي اللي غي نافس على المستوى الكوني واللي مع علامة أساسية اللي غتخل المغيب أنه يكون حاضر بقوة على المستوى الاقتصادي غاديزوروا كذلك ويشوفوا مع علامة أخرى لإرادة ملكية خلت المغيب أنه يتوفر على أول قطار سريع في إفريقيا البوراق اللي خلال مسافة ما بين طنجة والضابدة تمر في وقت وزيز ولي قصرات هذه المسافة فإذن المغيب تحكم في التكنولوجيا دي النقل دي القطار السريع والمغيب الآن غادي يكون رائد فيها غادي يشوفوا كذلك البنية التحتية من طوق السيارة وغيرها فإذن مشاريع كبرى لم يخص قطاع السيارات وقطاعات أخرى المشاريع ومنهم يمشي بلادهم سيكونوا مسلحين أولا بدل معرفة بالنقاش النظري اللي كان بسياسة القرب اللي غاديدهم عن جموع من الخبراء والطلبة زملائهم اللي كيدرسوه في جامعة عبد الملك السعدي وفي نفس الوقت أكيد أنهم ستتحولوا إلى قنوات أساسية لماذا لا تتسام في الاستثمار ولما لا تكون كذلك تتسام في نقل تكنولوجيا ولما لا تكون حاضر قوة في مشروع تنموي كبير المغريب بفضل إيرادة الملكية يقودوا بتحدي كبير بشيواجه كل تحديات والصعوبات ولما لا أنه يوصل للمرتبة لكي يستحقها شكراً شكراً لكم